السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد علي وده فيديو جديد معانا أحدث ملف قنوات لشاشات LG ملف القنوات اللي موجود معانا ترتيب منتاز والملف بتاريخ اليوم وعليه كل القنوات الجديدة وعليه كل الترددات الجديدة وأحدث التغيرات اللي حدست في النيلسات هنتعرف على ترتيب ملف القنوات هنتعرف على الموديلات اللي بتقبل ملف القنوات الجديد من شاشات LG وكمان هنتعرف على شروط تنزيل ملف القنوات بنجاح للشاشة ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لو عندك أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب علي في البداية نتعرف على ترتيب ملف القنوات وملف القنوات اللي موجود معانا بتاريخ اليوم بادئ بالقنوات الدينية بعد القنوات الدينية اللي بتنتهي عند رقم 21 بنبدأ بالقنوات المصرية بداية من قنوات الإخبارية القاهرة نيوز وإكستر لايف وإكستر نيوز أي قناة بتقنية الـ HD أو بدقة الـ HD بنخليها في بداية القنوات لو القناة لها تردد أو لها قناة تاني بدقة الـ HD بنخليها في نهاية ملف القنوات بعد كده القنوات المصرية كلها بقنوات الـ ON و DMC وMBC والقاهرة والناس وعندي قنوات النهار وقنوات CBC والحياة هتلاقي كل القنوات مترتبة في باقات ترتيب ممتاز قنوات المسلسلات بالقنوات الجديدة كلها وعندي بعد قنوات المسلسلات العربي هلاقي عندي قنوات الأفلام العربي والترتيب تقريبا نفس الترتيب المعتاد اللي متعودين عليه بعد الأفلام العربي هلاقي قنوات الأفلام الأجنبي وبعد كده هلاقي عندي قنوات الرياضة كلها وبعد قنوات الرياضة هلاقي قنوات الأخبار بعد قنوات الأخبار هنلاقي عندي موجود قنوات الأطفال وفي النهاية عندي في قنوات الأغاني ده بالنسبة للترتيب اللي موجود معانا طيب إزاي أتعرف على موديل الشاشة اللي موجودة معايا والملف ده بيقبل أو بينزل لإيه من موديلات شاشات LG الموديلات اللي بتقبل ملف القنوات الجديد هي شاشات LG الجديدة والحديثة موديلات 20-23 زي الشاشة اللي موجودة معانا في الفيديو شاشة LG مقاس 55 بوصة موديل UR78 والملف بينفع لكل موديلات LG الحديثة موديلات 20-23 زي LG UR78 وال LG UR80 وموديل النانو 776 RA وموديل الـ Q&E D81 وشاشات الـ OLED موديلات 20-23 زي الـ OLED A3 والG3 وكل موديلات الـ OLED الجديدة لو دخلنا في الدعم ودخلنا في معلومات التلفاز هلاقي هنا موديل الشاشة اللي موجودة معانا LG UR78 ده موديل الشاشة اللي موجودة معانا طيب ننزل ملف القنوات للشاشة ازاي؟ من الرموت الماجيك بضغط على سيتنجز ضغطة طويلة لمدة 3 ثواني بيفتح معايا كل الاعدادات بندخل في عام بعد كده بندخل في القنوات بعد كده بندخل في نسخ القنوات بعد ما بنكون منزلين ملف القنوات على الفلاشة ومركبين الفلاشة في الشاشة هنختار من USB إلى تلفاز بنضغط OK على من USB إلى تلفاز وهنا بنضغط OK على نعم بيبدأ ينزل معايا ملف القنوات للشاشة مكتوب رسالة يرجى عدم فصل تخزين USB حتى يكتمل النسخ أثناء نسخ ملف القنوات لازم نخلي بالنا ما نفصلش القهراءة عن الشاشة أو نزيل الفلاشة من USB في الشاشة علشان ما نسببش أي مشكلة للشاشة كده هيبدأ ينزل معايا ملف القنوات الجديد بكل القنوات الترددات الجديدة وملفه ممتاز يقبل على كل شاشات LG الجديدة موديلات 23 واللي بنظام التشريل الحديث الWeb OS 23 بعد كده قال لي تم نسخ قايمة القنوات بنجاح سيقوم التلفاز بعادة التشريل بعد خمس ثواني التلفزيون هيقفل ويفتح مرة تانية ومبروك عليك أحدث ملف قنوات لشاشات LG موديلات 20-23 بنظام التشريل الأحدث Web OS 23 وملف القنوات موجود في حساب التليجرام اللي هسيبهولك في أول تعليق مثبت وعلشان تعرف إزاي تقدر تنزل ملف القنوات بنجاح للتلفزيون أو لشاشة LG هسيب لك أسفل الوصف رابط فيديو في شرح لخطوات تنزيل ملف القنوات لشاشات LG والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته